السلام عليكم غولدي مان ساكيس 20 مليار دولار اضافية في طريقها الى مصر بخلاف الرأس الحكمة قال بنك غولدي مان ساكيس ان اعلان اتفاق مصر حول برنامجها الموسع مع صندوق النقد الدولي يبدو وشيكان على رغم من ان صفقة الامارة للاستثمار في مشروع الرئيس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار على مدى الشهرين يقلل حاجة مصر الفوريات الى حزمة طمويل من صندوق النقد الدولي كان غولدي مان ساكيس قد التقى مسؤولين في الحكومة المصريات ومحللين خلال زيارة مطلع الاسبوع الجاري بصحب مستثمرين وقال غولدي مان ساكيس في مذكرة صدرت امس الثلاثاء انه سمع من مسؤولين ان السلطات لا تزال تسعى الى الانتهاء من برنامج جديد ضخم مع صندوق النقد الدولي ومن المتوقع الاعلان عن اتفاقيات على مستوى الموظفين في الايام المقبلة وتظل السلطات المصريات ملتزمة بركائز الاساسيات للبرنامج الاقتصادي بما في ذلك 1- تعزيز الاستدامة المالية 2- الانتقال الى نظام سعر الصرف اكثر مرونة 3- تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وقد تم بالفعل اعتماد بعض التدابير لدعم اهدف البرنامج بما في ذلك التباطئ المعلن في انفاق المشاريع القوميات والدمج المخطط ل57 هيئة اقتصادية اضافية 3- ضمن اطار ميزانية الحكومة العامة على مد السنوات الخمس المقبلة وتوقع هولديمان ساكيس المزيد من هذه التدابير بما في ذلك الاهداف الماليات الجديدة الاكثر صرامة والتي سيتم الكشف عن تفاصيلها مع الاعلان عن حزمة صندوق النقد الدولي تمويل اضافي ورجح هولديمان ساكيس تغييرا في حجم البرنامج او تصميمه ولكن مع اجراء بعض التعديلات على المعايير الكمية خاصة هدف صاف الاحتياطية الدولية وافتراضات التمويل الدين قبل الاتفاق النهائي بين صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية وفيما يتعلق بحجم التمويل الذي سيتم توفيره في اطار البرنامج قال هولديمان ساكيس لقد استرشدنا من قبل السلطات بتوقع مبلغ يتراوح بين 15 مليار دولار الى 20 مليار دولار بما في ذلك التمويل من طرف ثالث بشكل رئيسي من الاتحاد الاوروبي وغيره من المنظمات الدولية من غير دول مجلس التعاون الخليجي موعد تخفيض الجنيه وتوقع هولديمان ساكيس ان يتم تخفيض قيمة الجنيه المصري قبل اتفاق صندوق النقد الدولي فيما سيقوم الصندوق برصد الانتفال المستمر لهذا المطلب باستخدام ثلاث مقاييس عدم وجود علاوة في السوق الموازية وعدم وجود تراكم لطلبات العمولات الاجنبية وحجم نشاط السوق بين البنوك وفيما لم يحدد صندوق النقد مستوى معينا لخفض قيمة الجنيه الا انه هولديمان ساكيس توقع ان ينخفض الى مستوى 45 الى 50 جنيه متماشية مع الاسعار الحالية في السوق الموازية مع وجود مخاطر من تجاوز هذه المستويات بشكل كبير بسبب سيولة العمولات الاجنبيات المتاحة لدى البنك المركزي وها هنا قد وصلنا الى نهاية الفيديو ارجو ان يكون قد نال اعجابكم